طريقة تصميم فيديو بالصور لعيد الميلاد من البرنامج المجاني كين مصدر تابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة هنتكلم على طريقة تصميم فيديو بالصور لعيد الميلاد من البرنامج المجاني كين مصدر وده النسخة اللي معي دي بدون علامة مائية لو ضغطنا عليها وطبعا هسيبها لك في صندوق الوصف هتلاقي كده انا كتبالك لينك التطبيق هتضغط على لينك التطبيق هيجي لك تحميل كين مصدر هتضغط عليها طبعا مربع كده بلون الازرق هتضغط عليها ويتحمل معاك طبعا هيقول لك ان هي دولار بالجهاز هي مش دولار بالجهاز خالص لان عندي بقالها ممكن سنتين يلا بينا نفتح النسخة اللي معي دي كين مصدر وهضغط عليه دي وجهة البرنامج زي ما انتوا شايفين وهضغط على علامة الزائد دي كده وهبدأ اختار النسبة بتاعتي اللي هي من تسعة لستاشر وهبدأ اضغط اختار بقى الصور اللي انا عاوزها ممكن لو تلاتين صورة عادي براحتي انا هبدأ اضغط على كلمة الوسائط وهبدأ اختار الصور بتاعتي وانا دلوقتي هروح اختار الصور بتاعتي مع بعض تمام هضغط عليهم اها وهضغط على علامة الصح لما اختارهم كلهم انا دلوقتي انتواٍ اختارتهم زي ما حضر را sweetness ها هنا موجودة مدة الصور بتاعتك اهو طبعاً اللي هيبقى فيديو فهناضغط كده نشغل السور بتاعتنا زي ما حضر راкусوا كان الصور طبعاً بتتحرك معي انا عاوزها تتحرك معايا فانا دلوقتي السيبها زي ما هي مش عاوزها تتحرك معايا هعمل ايه بقى? هبدأ اضغط على الصورة اللي بتتحرك طبعاً الصورة هنا مش باينة فبتبدأ تبعد فبتبدأ تباين لو انت عيزها كده ماشي مش عايزها كده وعايز توقفها هبدأ اضغط على الصورة بتاعتي وعندك هنا المربع اللي في النص ده هضغط عليه وعندك هنا كلمة يساوي هضغط على يساوي وما اخرجش منها غير لما اضبط الصورة بتاعتي اضغطها لتحت كده لما اضغطها لتحت هاسحبها كمان كده اهو زي ما انتم شايفين الصورة زبطت معي تمام وهضغط على علامة الصح طيب انا دلوقتي عايزة خلاص اضيف كده تأثير للفيديو ده بمنسبة عيد الميلاد فهضغط عليه اول ما بتبدأ تضغط عليه بيجي لك هنا رسومات المقطع وهبدأ اضغط على رسومات المقطع طبعا هنا مش هتلاقي هنا غير العنوان والمزيد من تأثيرات العنوان والقوي ووجداني ورحلات وانشطة بس مش هتلاقي حاجة تاني هتنزل كده وهنلاقي الحصول على المزيد طبعا انا هحملها عملها تحميل هنا بس انا هقولك تحملها ازاي عشان ما تطلق بط هتضغط هنا الحصول على المزيد هضغط عليها لما تضغط على الحصول على المزيد بتلاقي بقى عندك كل حاجة اهو اهو آه السنة الجديدة احتفال يوم عيد الميلاد هضغط على احتفال يوم عيد الميلاد هنرجع كده تاني هنا ايام الزكرة اهو عشان نركز لان انت عندك حاجات كتير هتختار ايام الزكرة وهتختار احتفال يوم عيد الميلاد عايز تضيف حاجة تانية فبرحتك عادي فانا هضغط على احتفال يوم عيد الميلاد وهضغط هنا للاقي كلمة تثبيت طبعا هون عندي هنا مسبت لاننا مسبتان هنرجع كده وهشوف هتلاقي من رسمات المقطع دي جات لك عيد الميلاد اهو احتفال يوم عيد الميلاد لما اضغط عليها كده هتلاقي زي ما انتم شايفين التأثيرات موجودة اهو نركز كده على الشاشة من هنا طبعا انا قبل لما بختار التأثير بشوف ايه هو عامل ازاي على الصورة بتاعتي فهنختار كده اهو بيجي لك هنا الاول تمام كده هنضغط على علامة الصح دي تعالوا نشغل كده الصورة دي معايا برضو الصورة التانية هي بتتحرك لو انا عايزة اثبتها زي ما قول هضغط عليها واضغط على المربع ده وهبدأ ان انا اضغط على اللي ساوي دي وهضغط على علامة الصح فهي لما كانت بتتحرك وقفت معي لما اضغط عليها بقى او هضغط على رسومات المقطع انا هبدأ اغير وهختار طبعا اه عيد الميلاد اهو لو انت عايز تغير طبعا براحتك عادي لو انت عايز تجيب حاجة تانية اه البرنامج مليان اه تأثيرات ومليان حاجات رهيبة هنضغط على احتفال يوم عيد الميلاد وهنضغط نختار حاجة تانية جده طبعا هكون انت محمل بقى اه اه اغنية انا اللي دلوقتي عليها حقوق طبعا ونشر فهنضغط على كلمة صوتي كده وهقولك ازاي تضيف اه الاغنية انت عندك الاغنية فانا عندي موسيقى بدون حقوق لو انت عايز تعمل موسيقى بدون حقوق فعادي براحتك انا هسيب لك لينك الفيديو بتاع المكتبة الصوتية مكتبة اليوتيوب اللي هي فيها موسيقى بدون حقوق فانا هضغط على كلمة صوتي دي وهبدأ اسمع الاغاني الموجودة تمام انا هبدأ ان انا اختار بقى موسيقى بدون حقوق بتبدأ تضغط على الموسيقى بتاعتك بتسمعها من الدايرة دي كده اللي فيها السهم ده وبتضيفها من علامة الزائد دي فانا هضفها من علامة الزائد دي كده وهضغط على علامة صح بعد ما تختارها انت خلاص هنسمع يلا طبعا في تأثيرات تانية موجودة في البرنامج غير ان انت انتقال للصور ازاي هنتقل من صورة لصورة بشكل كويس هنضغط على المربع الابيض اللي في نص الصور ده وهنختار طبعا عندك اه اختيارات كتير عندك وتحويلات مريحة هنضغط على علامة الصح طبعا براحتك انت بتتحكم في المدة بتاعت التحويل اهو هنضغط على علامة الصح ونبدأ نشغل تاني ونشوف التأثير ظهر ازاي طبعا انت هتمشي فيديو فيديو ان انت تعمل الرسومات المقطع بتاعته هنا رسومات المقطع ولو انت عايز تضيف حاجة تانية هنا قصة حب تعالوا نضغط عليها كده طبعا اضافة لو اه زوجه زوجته او كده فبتبدأ ان انت مثلا ايه بتكتب هنا اه كلام كويس ليه الشخص ده تمام كده هضغط على كلمة موافق يلا بينا كده نشوف نضغط على طبعا انت الصح ونشوف هتظهر ازاي الزوجته وزي ما قلنا تأثيرات بين الصور والصور بتضغط على المربع ده اه لبيوت ده كده بين التأثيرات وبتضغط على تحويلات مرحة وزي ما انت عاوز عايز اه قلب عاوز اه فقعات طبعا في هنا موسيقى زي ده هنا هي هنضغط اه هنسحب كده القيمة دي كده هنضغط على كلمة قصة تقسيم وهي قصي الي من الاطار الموسيقى تقصت معي ده الفيديو بتاعي وزي ما حضراتكو شايفين عايز اكمل فيديو عيد الميلاد بس تضغط على الصورة وبتضغط على رسومات المقطع ومن الرسومات المقطع طبعا زي ما قلنا بتحمل انت اه احتفال يوم عيد الميلاد وبتبدأ تضغط على اللي انت شايفو ده طبعا حاجات كتير قوي تعالوا كده هنشوف طريقة سهلة وبسيطة برنامج روعة 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 بجد يعني عايز اضيف اي حاجة تانية بتبدأ تضيفها البرنامج مليان تأثيرات ومليان حاجات حلوة زي بقى ان انا احمل الفيديو اللي معايا الفيديو متاعي جهز كده خلاص وهضغط على علامة المشاركة اللي في الجنب دي وهضغط على كلمة تصدير ولازم اتأكد ان الجودة هنا عالية والدقة عالية طبعا واضغط على كلمة تصدير مش هروح في اي مكان غير لما المشروع بتاعي يتصدر زي ما حضراتكم شايفين اهو المشروع بتاعي كده بيجهز وبتلاقي موجود على الستوديو او معرض الصور برنامج المصدر برنامج جميل جدا فحمله عندك وما تقلقشه خالص مش هيكون ضرر على الجهاز وهنضغط درقتي على الستوديو او معرض الصور عندك على حسب ما موجود عندك وهنشوف كده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب فيديو النهاردة يكون عجبا ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته